اهلا فيكم برج العقرب رح نشوف شوية توقعاتك العاصفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة من طاقتك او مشابهة لطاقتك طبعا مثل دائما خد من الفيديو او خد من القراءة الشي اللي بتحس ما ممكن تستفيد منه وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فاخد ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن تستفيد منه فاخد من القراءة فقط الاشياء اللي بتفيدك واترك الباقي رح نبلش بطاقتك اول بعدين رح نجح بطاقة الحريب طاقة الشريك خطواتك فيه المستقبل وخطوات الشريك ايضا فيه المستقبل ومصير العلاقة بينكم كيف ممكن تنتهي العلاقة بينكم يعني التطورات بينكم بعدين رح نشوف اذا فيه اي اشي بحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضح الاشي طيب اه بنبلش اول اشي بكروت النصيحة اللي اجتك يا برج العقرب اغلبية الابراج عم تجي لها تقريبا نفس الرسائل انه ركز على الاشياء اللي بتحبها اذا في عندك هوايات ابتعدت عنها ركز على هاي الاشياء اكتر بي هالشهر اذا في عندك جروح من الماضي او مريت بي علاقات فاشلة او علاقات ما نجحت مع اشخاص اشي اللي ممكن يساعدك هو الاشي اللي انت عم تبعد عنه حاليا اللي هو اه او لاو بالاصح اشي اللي انت خايف منه حاليا وعم تبعد عنه هو الاشي اللي ممكن يساعدك لانه انت انت حاليا عم تراجع اختياراتك عم تراجع قراراتك عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بالتفكير ولكن ولكن لسه عالق في نفس المطرح يعني لسه عم تفكر في نفس المطرح خلص فكرت بالموضوع وصلت الى استنتاج صار هلأ الوقت انك تاخذ قرار او تاخذ الخطوة نكست او الخطوة القادمة فقط خلي الاختيارات او القرارات اللي بتختارها تكون بالفعل صادقة للاشي اللي انت بتريدها ايضا بدك تحاول تخلي تفكيرك ايجابي اكتر شوي لانه في اشيه كنت عم تشتغل عليها انت بهدوء او بسرية في اشيه انت كنت عم تسويها خلف الكواليس و هلأ صار الوقت انه في اشخاص بحياتك حاليا عم تركز عليك او عم تلاحظك بمعنى انه بالفترة القادمة او ممكن تمر بي او ممكن رح يجيك عروض حب من اشخاص معينة في اشخاص رح يصير في اه في حدا رح يفتح عينه عليك في الاصح لانه او يعني انت برج العقرب ما بتحب انت مش مش برج الناري يعني طاقتك مش دائما لبره بتظهر دائما بتحب تكون كتوم تخلي كل اشي اه في داخلك تحل حساباتك في داخلك ولكن في اشخاص حاليا ممكن شخص او ممكن حتى عدة اشخاص اه عم تركز عليك او فتحت عيونها عليك او في حدا حاليا عندك اه ممكن معجبين حاليا عم يحاولوا انهم يتقربوا منك يا برج العقرب طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك كل حاليا برج العقرب عم تمر بفترة لانك عم تفكر كتير كنتمبليشن عم تعيد بحسابات عم تمر بفترة التشويش عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اه اختيارين او بين شيئين في عندك شخصين او في عندك شخص والعمل عم تحس انه انت مربوط ممكن العاطفة عندك صعب انك توفقها مع العمل او في جهة بتأثر على الجهة الاخرى العاطفة بتأثر على عملك على جوانب حياتك الاخرى وجوانب حياتك الاخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب وانت وانت عم تمر حاليا بفترة تشويش عم تحس انك مسجون في السجن عقلي في داخل نفسك ممكن يكون في عندك فكرة او يكون في عندك شيء او يكون في عندك امنية او اختيار و لحد هلا صعب عليك انك تحققه او صعب عليك انك تاخد القرار ليسه عم تفكر وتعيد وتزيد بالتفكير عم تحاول توفق بين شيئين بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوف انه في عندك ممكن يكون حبيب جديد او ممكن يكون اكس او حبيب قديم في شخص بحياتك حاليا بده يقدم لك عرض حب او في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لك شخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لك ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن ممكن تكون انت اكبر من هالشخص او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة كتير يعني هو عرض الحب تبعه او ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات او عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك لانه انه مع انه شخص مع انه في عنده عرض حب الى انه في ايضا عندك اوراق ترابية واوراق هوائية يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه او يفكر او ينطقي كلماته قبل ما يفكر فيه وايضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة انت ايضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة ولا ما كنت رح تكون بيها المطرح المطرح انك الا لو انك بتعيد وتزيد بتفكر كتير بتحلل كتير برج العقرب وتحليلك بيكون بينبع عن عاطفة او بينبع عن مشاعرك الداخلية فهالشخص ممكن انت طاقتك ايضا اثرت على هالشخص لانه عم شوف هو في عنده شوية نوع من التخوف انه ما بده يحكي اي اشي حي الله او يكون عرض عفوي او يقترب منك ويحكي معك بطريقة عفوية جدا لانه بيحس انه ممكن انت تحكم عليه ايضا لانه في بينكم بطاقة المشتركة بينكم معناته في بينكم حدا او طرف بيشوف العلاقة او بيشوف التواصل اللي بينكم اه على انه تنافسي شوي او بدك تطلع منتصر انت من هالتواصل وهو ايضا بده عم شوفك انت في وضعية اه يعني بطاقتك انت انت بوضعية الهجوم مع انك ممكن تكون مش عم تاخذ اي قرارات حاليا ولكن بطاقتك بعقليتك اه عم شوفك انت اللي اكتر او اكتر متحكم بمسار هالعلاقة وعم شوف الشخص الاخر عم يحاول فقط انه يحمي او انه يصد او انه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك فعرض الحب اللي بده يقدمه للك او حتى اعتراف او بالحب عم يدرسوا هالشخص كتير منيح بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج العقرب عم تمر بخيبة امل خيبة امل عاطفية عم تحس انه في اشي انت خسرته بعواطفك بمشاعرك انت حاليا كتير مشوش ممكن تكون عم تحس ايضا انك خسرت شخص فبالمستقبل عم شوفك دفاعي اكتر ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب لانه اذا بدك تشوف الاوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل عندك الرضا النفسي فعندك او انت عم تاخد موقف بدك تحافظ على موقفك وباني يسور حولك يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها وايضا عندك خسارة عاطفية وعندك احساس بخيبة امل من الوضع العاطفي فرح تمر بتغيرات او بتقلبات في المزاج بالمستقبل رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية يعني من فترة رح تحس بالرضا العاطفي رح تجي عليك فترة رح تحس بالرضا العاطفي وفجأة ممكن ينقل بالوضع تحس بخسارة عاطفية او تحس انك غير راضي نفسيا انه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض ممكن ايضا الاشي اللي واقف بطريق ساعاتك العاطفية هو انه انت باني سور حولك او في او كتير عنيد بانك تثبت نقطتك ما في ليونة برج العقرب ما في عندك ليونة بالمستقبل عمشوف انه اذا في شريك او اذا في حبيب بالمستقبل او اذا تقدم للك عروض حب بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك وما بتسمح لحدة بيخوت على حياتك او على طاقتك بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية الحبيب عم شوفه عم يفكر معك بصراحة هو نظرته ايجابية اكثر من نظرتك يعني عم شوفه هو على الجانب الايجابي اكثر ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري برج مائي برج ترابي الى انه في عنده تفاعل اكثر بالعلاقة بينكم الضرف او الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح الى او عم او بده ارتباط بده التزام بده العلاقة من انه تكون تجول الى انه يصير فيها نوع من الجدية او اذا العلاقة جدية بده يرتقي الى خطوبة او زواج للبعض منكم ولكن هالكرت بيرمز الى انه هالشخص بالمستقبل عم يبحث الى استمرارية الى ثبات الى اشي جدي ايضا عنده الى ثبات من ناحية التواصل عم شوف انه هو صادق رح يكون صادق معك لانه فيه نوع من الانسنس فيه نوع من البراءة بها الكرت وفيه نوع من السعادة التفاعل بالوضع بينك وبينه فهالشخص عنده تفاعل بالوضع بينك وبينه بيحس ايضا انه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك مقيد فيك وممكن ايضا هالشي عم يسبب له هو شوي توتر او شوي قلق لانه بيحس انه مربوط فيك ايضا ممكن هالشخص يكون منجذب للك بطريقة جسدية كتير عالية لانه فهالشخص في عنده شغف او عنده عش اتجاهك او بيفكر فيك وانتو مش مع بعض هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس انه انت دائما بعقله بعقله فبيحس انه مربوط فيك روحانيا الى انه نظرته مش يعني ما عم شوفه انه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق لانه بده ينتهي معك باشي 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 مستديم او اشي ملموس ممكن ايضا لانه لانه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل تحكي عن تعاطف مع الوضع ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع بس ما في اي حركة سريعة بينكم او اي اي خطوات مباشرة حاليا امشوف انه انتو هو متحفظين اكتر على مشاعركم بالوقت الحالي بس هو مبين انه بيفكر فيك كتير ومه هو اللي منجذب اليك بطريقة جسدية كتير عالية وانت عم تحس انه مشغول بتفكيرك الداخلي في كتير اشي متحس فيها حاليا عم تحاول تراجع هتفكر فيها طيب بدنا نجوف بالمستقبل هالي رح يصير في خطوات اقتراب بينكم هل رح يفكر فيك هالشخص يتواصل معك طيب في عندك في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون ولكن في عندكم ايضا استرار بالعلاقة في اعتراف رح يصير هون لانه عندك شخص صادق هالشخص 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 او الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير يعني فيه تواصل رح يصير واغلبية هالتواصل رح يكون فيه كشف عن الاسرار او كشف عن الخفايا لانه بيحكي عن الوجه الاخر الاشياء المخباية المشاعر اللي منحك فيها فاغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر سواء كان انت او سواء كان هو انت بتعرف وضعك فين من القراءة ف ف التواصل اللي بينكم رح يكون فيه كشف عن الاسرار و رح يؤدي الى انه انتو رح تنظروا الى الوضع بطريقة جدية اكتر او التواصل بينكم العلاقة بينكم بطريقة جدية اكتر لانه فيه تواصل واغلبية التواصل كما حكيت لك هيكون فيه اعتراف فممكن هالشخص يعترف لك بانه و بده علاقة معك او ممكن انت تعترف لهالشخص بشو الاشياء اللي انت عم تحاول توفق بينها او ممكن انت تحكيله للبعض منكم انه فيه عندك طرف اخر وفيه عندك مسئوليات اخرى فيه عندك انشغالات اخرى فيه تواصل صريح رح يصير بينكم في المستقبل عم شوف